منجز طبي جديد يضاف إلى منجزات مستشفى الملك المؤسس الجامعي في محافظة إربيت حيث افتتح وزير الصحة دكتور فراس هواري اليوم قسم الجراحة المتخصص بالدماغ أو المتخصص بالدماغ والأعصاب والعمود الفقري بدعم سخي من رجل أعمال أردني افتتح اليوم بجاهزية عالية أول مركز متخصص لعلاج مرضى الدماغ والأعصاب على مستوى المملكة وجود هذا النوع من الاختصاصات اليوم يثري العملية الصحية بشكل عام لما فيه من دور لرفع الخدمة الصحية وتدريب الكوادر الصحية طبعا جاء هذا الانجاز اليوم بتبرع سخي من مواطن أردني ولذلك اليوم نحث الجميع حقيقة على القيام بهذه الخطوات من التبرعات التي تكون راسخة وثابتة وتعود فائدتها إلى المواطن بشكل مباشر وتستمر على مدى السنين بالنسبة لوحدة جراحة الدماغ والأعصاب الحقيقة هي من أحد الوحدات المميزة داخل المستشفى ورح تنحكز على المرضى بحيث أن المرضى كل مجمعين في جناح واحد 22 سريرا منهم 11 سريرا للعناية المركزة هي السعة التشغيلية للمركز الذي يشرف على عمله كادر طبي متكامل مكون من سبعة متخصصين في جراحة الدماغ والأعصاب الحمد لله هنا الجميع على مستوى عالي من الخدمة ومن التعاون وبشكل عام الوضع منتاز الحمد لله ارتعنا أن نقوم بتأسيس وحدة خاصة متكاملة تحتوي على كافة الاختصاصات الفرعية لجراحة الدماغ والأعصاب وهي جراحة العمود الفقري وجراحة الأطفال وجراحة الأورام وجراحة تنظرية وجراحة وظائف الدماغ طبعا من إنجازات هذه الوحدة أن الخدمات الطبية أصبحت نوعية على مستوى عالي هي نفس الخدمات التي كنا نقدمها سابقا ولكن للكواليتي أشورنس ونوعية الخدمات تحسنت صار في إمكانية إجراء العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة على مستوى عالي وبنتائج عالي وبنتائج تضاهي نتائج المراكز العالمية ومن المتوقع أن يقدم المركز الخدمات لجميع المراجعين بأعلى كفاءة وإجراء قرابة 700 عمليات جراحية بسيطة وتلقي العلاج تحت سقف واحد